تعالوا الروح لأخبارنا العالمية وحديثنا نبدأ الحديث المهم جدا نهاردة أقيم في مقر الاتحاد الأوروبي لقرة القردام الويفا في مانيلة نيونس وسرية قرعة دورة مجموعات لبطولة أبطال أوروبا موسم 2021 طبعا الأصفارة القرعة مجموعات نارية ما زي ما احنا نتعودين كلهم فرق كبيرة جدا هنعرض نستعرض حالين مع حضراتكم المجموعة الأولى المجموعة الأولى طبعا بتضم باير ميونيخ طبعا حامل للقب أتليتوك مدريد سالسبورج وليكوتهيف موسكو المجموعة الثانية فيها ريال مدريد شاختر وإنتر ميلان وبروسيا مونشن جلادبخ طبعا كلها مجموعات قوية جدا المجموعة الثالثة بورتو المان سيتي أولومبياكوس وأولومبيك مارساي المجموعة الرابعة ليبرد بول آياكس أتالانتا الإيطالي وميتلاند المجموعة الخامسة أشباليا تشيلسي كواسترود وستادرين الفرنسي المجموعة السبعة زينيت مع بروسيا دورتموند جلاتيو وكلوب بروش والمجموعة السبعة اليوفينتوس بارشلونة اليوفينتوس بارشلونة أكيد تاني هيبقى فيه يعني استضامة بين رونالد وميسي وحنشوف طبعا هيكون مباراة كبيرة جدا جدا يعني هنستمتع بيها إن شاء الله دي كانت المجموعة السبعة نخش على المجموعة الثامنة باريس سان جيرمان مع المان يونيتد لايفزيج الألماني واستنبول بشاك طبعا شهير ده البطل التوركي كلها مجموعات قوية جدا وفي مجموعة الموت طبعا في مجموعات إن شاء الله إحنا دايما منستمتع بالشامينز ليج بطولة أوروبا لها مزاق خاصة عند كل جماهر العالم طبعا كلنا منتظرين أنا منتظر مباراة اليوفينتوس وبرشلونة كل مجموعة من لنتقاريتهم فيها فرق قوية جدا طبيعي ودايما دوري أبطال أوروبا يعني كرتها ممتعة وابتحدة بالإثارة وما منشوفهاش بسرعة في أي مكان لا طبعا بطولة جديرة إن شاء الله منتظرينها يعني بفرغ الصبر كان خبر مهم وفيه خبر مهم كمان النهاردة من مدينة نيون النهاردة الاتحاد الأوروبي الكرة القدم يوقف برضو كان بيعلن عن جوائز الأفضل في قارة أوروبا خلال عام 2020 مهاجم فريق بايرم يونيخ النجم البولندي روبرت ليفاندوسكي حضب جيزة أفضل لاعب في قارة أوروبا الموسم 2019-2020 كمان ليفا كان يعني ضمن الموسم بتاعه طبعا التاريخي توج بجيزة أفضل مهاجم في أوروبا والحقيقة السنة دي كان موسم مش عادي له تحديدا لأنه كان سبب رئيسي في فوز البار بخمس بطولات خمس بطولات دوري ألماني كاس ألمانيا دوري أبطال أوروبا السوبر الأوروبي والسوبر الألماني كمان توج هدفا لدوري أبطال أوروبا بخمستاشر هدف وهدف لدوري الألماني كمان الموسم اللي فات بـ 34 يعني هو طبعا لاعب رائع لاعب بولندي مميز جدا أعتقد من أفضل المهاجمين على مستوى العالم بيقدم مستويات مع البايرن من ساعة ما كان حتى في دورتمند ونتناء للبايرن بيقدم مستويات رائعة حتى على مستوى المنتخب البولندي يستحق طبعا هذه الجواز الكتيرة جدا والبايرن عمتا بيحقق السنة اللي فاتت يعني نقدر نقول بقى الربعية والخماسية بحقق نتائج كبيرة جدا جدا طيب تعالي نروح بقى باية جواز أوروبا النهاردة طبعا أفضل حارس مارما فاز بها طبعا حارس مارما البايرن منويل نوير أفضل مدافع فاز بها ظهير أيمان البايرن برضو كيميتش دوت من أفضل لعيبة الموجودة طبعا أفضل لعب وسط كيفين دي بروين ده طبعا لعب المان سيتي أفضل مدرب ما فيه شك هنري فالك ده طبعا مدرب البايرن ميونيخ أفضل لعيبة فازت بها اللعبة بيرل هاردر ده لعيبة تشيلسي الحالية وفولسبورج الألماني السابقة بجائزة أفضل لعيبة في أوروبا موسم 20-19-20-20 طبعا الجواز متوقع على مستوى البايرن بيتحقق أن بايرن بيحقق معدلات كبيرة جدا بالفوز أحسن حارس مارما أحسن ظهير أيمان أو مدافع بنتكلم عن أحسن رأس حربة يعني البايرن كمان معه مدربه زي ما بتكلمنا ده مدرب كان مساعد واستلم المهمة وعمل زي ما بقولك أرقام خياسية كبيرة جدا وبيلعب كرة جميلة جدا فالبايرن وخلينا نتكلم أن الكرة الألمانية بدأت كمان ترجع للمساعدات عالية جدا كانت موجودة في نهاية الشاميزيج أو في دول الأربعة ثلاث مدربين من ألمانيا واللي اتحقق ده مع مدير فاني كان جاي مؤقتا كان جاي بشكل مؤقت شكل مؤقت لكن خد الثقة وهو عارف طبعا كل المدربين أعتقد المدربين الألمان كمان عندهم مدرسة خاصة جدا وبيشتغلوا بشكل أكتر من رائع بشكل احترافي كبير جدا بدليل أن فيه تلات مدربين من أربع فرق في المربع الدهبي في تشامبينز لي كان موجود من ألمانيا ولايبسيك والبايرن وكان موجود باريس سان جرمان فكل دول مدربين ألمان على مستوى عالي جدا وأنا بقولك الكرة الألمانية بدأ التاني ترجع لمستويات متقدمة كان أسبانيا شوية خدت فترة لكن ألمانيا رجعت تاني بقوة طيب برشلونة إيه؟ برشلونة كسبان كسبان لغاية خبر مهم تاني عن برشلونة أو من برشلونة في واحدة من أهم الصفقات للنادي الحقيقة في الموسم الجديد نادي برشلونة بيعلن النهاردة عن تعاقده مع الظهير الأيمن الأمريكي تشاب سيرجينيو طبعا جاي من نادي آيكس أمستردام الهولندي نادي برشلونة نشر على حسابه الرسمي على تويتر نبدأ أو نبأ التعاقد مع اللاعب وطبعا رحب به وأكد أن هذا التعاقد مع اللاعب لمدة خمس سنين بتنتهي في يونيو عشرين خمسة وعشرين وأنه اللاعب أوقع على عقود انضمامه رسميا للنادي النهاردة بعد ما تجاوز الاختبارات الطبية اللي خض عليها طبعا في المدينة الرياضية لنادي برشلونة وبعد أيضا منتهت كافة الإجراءات اللازمة بين برشلونة ونادي آيكس أمستردام فيه تقارير بتتكلم عن أنه القيمة الإجمالية للصفقة دي واحد وعشرين مليون يورو تقريبا بالإضافة لخمسة مليون تانيين خمسة مليون يورو كمتغيرات في المستقبل وفقا طبعا لأداءه ومشاركاته في برشلونة الأهداف اللي هيسجلها وأيضا البطولات اللي هيحصل عليها مع الفين طبعا هي التعاقل متغيرات طبعا هو طبعا سيرجو ديست ده لعيب عنده عشرين سنة لسه موليد ألفين اللاعب تقلق بشكل كبير جدا جدا مع صفف آيكس خلي بالكو آيكس كمان من المدارس اللي بتعمل بتصنع نجوم كباره على المستوى اللاعبة الصغيرة شوفنا حكيم زياش برضو اتنقل بعد تقلقه مع آيكس اتنقل للشيلسي طبعا النقطة المهمة زي ما بتقولي أن فيه خمسة مليون يورو ده على حسب اللاعب حيشارك قد ايه في المباريات حيحصل على بطولات قد ايه ممكن يحرز كم هدف كل دايوت من خلال التعاقد لكن خلينا كمان أن أقولك السلام أن فيه شرط جزائي ربعمائة مليون يورو ده شرط جزائي حطته البارسة يمكن يعني زي ما بيقوله كده اللي تلاسع مش عارت من ايه بينفق في الزبادي طبعا ربعمائة مليون ده شرط جزائي في حالة التعاقد مع هذا اللاعب صغير السن عنده لسه عشرين سنة وبالتالي برشلونة بيحاول يتعلم من أخطاءه يمكن احنا بنقولش اللي جايه ده ميسي لكن بيحاول يحط شروط جزائية كبيرة جدا دلوقتي من تعاقدات اللاعبة اللي شايف أنها ممكن في المستقبل لسه لعيب عنده عشرين سنة ممكن خلال أربع أو خمس سنين يبقى لعيب مميز جدا ويبدأ الأندية تطلبه فهو مأمد نفسه بشكل كبير بربعمائة مليون يورو ودي واحدة من أحلامه زي ما قال طبعا فنادي كبير زي برشلونة فدي واحدة أكيد من أحلامه وخاصة أنه هو لسه صغير في السن زي من تولتا